أهلاً وسهلاً ومرحباً بعلماء المستقبل وفقهاء الملة في قادم الأيام بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم إن شاء الله نبدأ في هذا البرنامج وهو برنامج إيش؟ برنامج النظم الأصغر في الفقه سيكون فيه إن شاء الله برنامجنا في منظومة سهلة يسيرة واضحة مثل الانشودة نأخذ في كل يوم بيتاً واحداً سهل ولا صعب؟ سهل طيب اليوم معنا البيت الأول من هذا النظم ما هو البيت الأول يا لجين؟ بحمد ربي الذي إن يردي بعبده خيراً يفقه أبتدي نعيده بشكل مضبوط ومتقن حتى ما نخطئ بحمد ربي الذي يردي بعبده خيراً يفقه أبتدي بحمد ربي الذي إن يردي بعبده خيراً يفقه أبتدي طيب إيش معنى هذا البيت؟ إيش معنى هذا البيت يا صهيب؟ إيش معنى هذا البيت يا لجين؟ هذا البيت يبدأ فيه المنظمة تبدأ بإيش؟ بالحمد لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى بدأ القرآن كتابه العزيز بالحمد بسم الله الرحمن الرحيم أول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين صح ولا لا؟ وفي حديث عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إيش يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر يعني مقطوع البركة فعشان كده إحنا لازم كل حاجة مهمة ومفيدة ونافعة نبدأها بحمد الله سبحانه وتعالى أو نبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم عشان كده الناظم لأجل ذلك بدأ الناظم منظومته بإيش؟ بحمد الله سبحانه وتعالى طيب حمد الله سبحانه وتعالى بقوله بحمد ربي الذي يريد بعبده خيرا يفقه أبتدي إيش معنى هذا الكلام؟ يقول الناظم الحمد لله الذي إذا أراد بعبده خيرا يفقهه يفقهه في إيش؟ في دينه يفقهه في الدين هذا الحديث من فيه من فيه جبنا إن من أين أتينا بأن الإنسان إذا أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في الدين يعني إيش فقهه في الدين يعني يعلمه دينه يرزقه الإقبال على العلم من أين أخذنا هذا؟ من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري شوفوا يا أولاد شوف اسمع أي حديث يرد في صحيح الإمام البخاري فهو حديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح صحيح على طول وانت مغمض تمام؟ طيب يقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني شوف يا صحيح إذا الله عز وجل فقهك في الدين فاعرف إنه هذه إن شاء الله علامة أن الله عز وجل أراد بك الخير إحنا يمكن نحن ربما نتصور إذا شفنا إنسانا غنيا رأينا إنسانا غنيا عنده ألعاب كثيرة عنده أجهزة إلكترونية عنده آيبادات وعنده جوالات وعنده سيارات نتصور إنه هذا هو أعظم خير يمكن أن يراد به في الدنيا وإنه هذا شوف كيف ربنا أراد له الخير هل هذه علامة حقيقية على إرادة الخير بالعبد؟ لا طيب إيش هي العلامة الحقيقية يا لجين؟ أن إيش؟ أن يفقهه في الدين تمام؟ من يرد الله به خيرا يفقه في الدين الله عز وجل يبغان نعبد ولا لا؟ أليس الحكمة التي خلق الله عز وجل الخلق لها هي عبادته؟ قال الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صح؟ لماذا خلقنا الله؟ عشان؟ عشان نعبده عشان نعبد الله طيب كيف نعبد الله إذا لم نتفقه في دين الله؟ كيف نقدر نصلي؟ ونحن لم نتعلم أحكام الصلاة كيف نستطيع أن نرضي الله عز وجل في صلاتنا وفي وضوئنا إذا لم نتعلم أحكامها؟ نستطيع؟ ما نستطيع ذلك؟ إذن التفقه في الدين طريق لإرضاء الله وطريق لتحقيق الغاية والحكمة التي خلقنا من أجلها صحيح ولا لا يا صهي؟ صحيح ولا لا يا الجين؟ فلهذا قال بحمد ربي الذي يريدي بعبده خيرا يفقه أبتدي إذن أبتدئ نظمي بحمد الله سبحانه وتعالى هذا البيت نبغى كل واحد منكم يكرره طول اليوم يعني مئة مرة مثلا تكرروا هذا البيت مئة مرة وموعدنا إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل مع البيت الثاني من هذا النظم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته